اتراب الشخصية النرجسية هو من أكثر الاترابات تعقيدا وتتدخل بتشكيله عند الإنسان عوامل ويراثي إضافة إلى الحرمان العاطفي يلي ربما يترافق مع عنف وأذية جسدية وربما يكون في أيضا نوع من الدلال غير المتوازن أو زرع فكرة عند الطفل أنه متميز ومثالي بينما يتم التعامل معه عاطفيا باستخفاف إذن من جهها يتم رسم صورة مشوهة للطفل حول نفسه عن طريق الحرمان العاطفي أي عدم الاستجابة لإحتياجات الطفل العاطفي وحرمانه من شعور جيد تجاه نفسه التسلط المفرط على الطفل سلب أي شعور بأنه كائن مستقل السيطرة على كل حركة وكل كلمة وكل سلوك لدى الطفل دون احترام لمشاعره وطريق التعبير عن مشاعره الانتقاد المستمر العنف الجسدي أعطاء محبي للطفل فقط عندما يخضع لرغبات الأهل ومعائبته بقسوة عندما لا ينفذ رغبات الأهل وأهماله عاطفيا أو تصغيره وإهانته عن طريق الاستهزاء فيه عندما يحرج الأهل أو يخالف رغباته هذا من جهة ومن جهة تانية يتم رسم صورة غير واقعية للطفل حول مكانته عن طريق المديحة المفرط من غير أرضية صالحة الدلال المفرط في الكلام والعطايا المادية وأيضا عن الفشل في وضع الحدود التأديبية المناسبة جعل الطفل يظن أنه مثالي ووضعه على ما يشبه المنصة الخيالية فهذا العاملين يؤثروا بشكل كبير بالطفل من جهة إهانة واستخفاف ومن جهة تانية تدليل مفرط من دون أرضية صالحة هذه أرضية لإنشاء شخصية أنرجسية وهون يريد أن أحصل على تركيز الأشخاص شوي معي لأن هذه نقطة مهمة لتربية الأطفال ومهمة لشفائنا النفسي واستدراك جروحنا وإضطراباتنا العاطفية التي كل شخص مننا يعانيها وبينقلها لحياة أولاده الحرمان العاطفي يتمثل بغياب الاستجابة العاطفية لإحتياجات الإنسان يعني إحتياج عند الإنسان عاطفي ولكن لا أحد يتجاوب معه الطفل بيبدأ يميز مدى الاستجابة العاطفية لإله من قبل والدته والمحيطين فيه منذ اليوم الأول للولادة هيك بتقول الدكتورة أليس ميلر بكتابة الشهير The drama of the gifted child أو مأساة الطفل الموهوب البحث عن الذات الحقيقية الاستجابة العاطفية بتتمثل بثلاث أوجه أولا كلمات التشجيع والاستحسان والإطراء التي تخلق عند الطفل شعور جيد تجاه النفس هذه الاستجابة العاطفية تراكم هذه الكلمات كلمات التشجيع الإيجابية مع سنوات الطفول الأولى بيخلق ثقة بنفس الطفل لحتى يتحول إلى ناضج صحيح نفسيا كيف تعمل الاستجابة العاطفية أو التجاوب العاطفية مع الطفل تعمل تماما مثل المرآة للنفس الطفل بيشوف نفسه بشكل جيد يعني لما الأم بتحكي للطفل كلمات مشجعة وكلمات إيجابية وبتكون أصدتها وبتكون حاضرة عاطفيا لما الطفل عنده احتياج عاطفي بيصير الطفل عم يشوف أمه كأنه هي مرآة نفسه بهذه المرآة شو عم بيشوف؟ عم بيشوف صورة جيدة يعني عم بيشوف نفسه وبيقول أنا كائن جيد هيدا الاستجابة العاطفية بتخلق عند الطفل هيدا الشعور وبيقبل نفسه على أنه كائن جيد ثانيا وجود شخص حضوره العاطفي قوي بالنسبة للطفل كالأم يلي حضوره جسديا وعاطفيا بيهدئ نفس الطفل لما الطفل بيبكي لما بيوقع أو لما بيضطرب داخليا أو بيشعر بخوف وقلق كلمات الأمة عمل محبتها مثل القبلة احتضان الطفل صوته بأذن الطفل بحنان ولهفي بيرجع للطفل الشعور بالأمان هيدا الاستجابات العاطفية أو التعاطفية أو الحنونة بتصير جزء من مأدرة الإنسان على تعديل عواطفه والتحكم بالتوتر العاطفي الداخلي ويصبح الإنسان قادرا لما يكبر وينضج أنه يهدئ نفسه عاطفيا بغياب هذه الشخصيات فإذا هيدا التهدئ العاطفية اللي بيخد الطفل من أمه بشكل مستمر خلال الطفولة تنتج عنده خلينا نقول يعني مخزون من الأمان ولما هو كشاب كناضج ككبير يتعرض لتوترات عاطفية أو قلق أو خوف يتعلم أن يهدئ نفسه بنفسه فلا يحتاج إلى عامل خارجي إلى وجود شخص آخر ولكن بغياب هذه الشخصيات من حياة الطفل أو إذا كان هالأشخاص هن الأشخاص يلي أذوا الطفل أكثر مما ساعدوا نفس الطفل لا يمكن أنه تنضج بشكل سوي وإنما تبقى نفس متشضية ثالثا يحتاج الطفل إلى رسائل وتعاملات من الآخرين بتأكد بتأكد له بتأكد للطفل أنه ينتمي إلى المكان الصحيح وأنه مش غريب بيحتاج الطفل يشعر أنه جزء من العائلية اللي هو موجود فيها وليس كائن غريب فيبدأ ينعزل وينغلق عاطفيا خليني أعطي مثلا كلمة من الكلمات اللي بيستخدموها الأهل مع أولاد أنت شو غريب يا ولد أنت مش طبيعي يا ولد أنت كيف شكلك يا ولد الولد لما تنقل هذه الكلمات وخاصة لما تكون بعنف ومقصودة وبانتقاد تخلق عند الطفل شعور أنه أنا كائن غريب أنا لا أنتمي لهذه العائلة كلهم أحلى مني وأنا مختلف عن هذه العائلة ينشأ عند الطفل شعور بعدم الانتماء وهذا الشعور كمان جزء من غياب الاستجابات العاطفية السليمة والصحيحة للطفل هل نحن نحتاج لخبير نفسي حتى يقلنا أنه المحاولات المتكررة الفاشلة عند الإنسان لنيل المحبة بتؤدي إلى خلق شعور كبير من العار بنفسه وأن العار بيؤدي إلى أغلاق النفس تجاه الآخرين وتجاه المحبة وإلى العزلي وصلاتي أنا لكل العام بتابعوني اليوم أن يتنبهوا إلى التعامل اللي بتعاملوا مع أطفالهم لأن هذه المعلومات كلها تسجل كرموز في لوعي الأطفال ولما يرصبحوا رجال ناضجين وسيدات ناضجات عندها هذه المعلومات تعود إلى العمل لما الأحداث تثيرها إلى الواجهة ولكن تعود بشكل أحسيس ومشاعر وسلوك سلبي يتأثر في الأهل بالدرجة الأولى قبل المحيطين في المترجمات في المترجمات في المترجمات